ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ده كم بلاعب معاه في الاهلي وروح الجزمالك—لا أيه كم بلاعب في جلم في الاهلي والزامالكesta? —حسامه حسن. اوه ك��터 حسامه حسن اوسامه حسن. –وسامه حسن عندي مشكلة في عقدي كده كان مكتوب شروط خاصة في العقل بتاعي كنت رجب شارت خاص في العقل بتاعي في الشروط خاصة شارت جزائي حوالي كان ربومية الف يورو تقريباً ده كان ناتحاد الكريم ما انتهي تكتب اي شورت جزائي في العقد او اي شروط خاصة ما تكتبش فيها حاجة. مم. فقالك لازم العقد يتناوله جديد. هو عارف المعلومة كلمني. اهه. انا يعني ما كانش عندي استعداد ان اروح لابن النادي بس انا بحترم الناس ان انا حد يكلمني لازم اروح له. مم. يعني عيب انها طبعا سيد منضوحة بس اه راجل محترم وراجل اعمال كبير فاكلمني روحت عادت معاك بس اعرض علي الموضوع بتاعه وانا بكل زوق وادب انا انا رفضت قلت له انا انا جيت لحضورتك بس اشان فاشا ما جيش وانا امني من ابناء النادي والخطوة هتبقى صعبة جدا علي رغم الاغراض المالية اللي كانت موجودة كبير كانت ارقام كبيرة؟ لا كبيرة جدا. كبيرة كبيرة جدا ولا كبيرة بس يعني كبيرة لما لو حتلت حسابتها قلت ايه لا انا مش اخصى الاهلي قدام الرقم ده لو كان رقم كبير جدا. لا كان كبير جدا بالنسبة للمورود علي في الاهلي. اه. طب روحت اعطت ليه اعدام انت كي هتسمع اي رقم? ما مش اصلي انا هو هو عرض الرقم بس انا بالنسبة لي انا اه حد يكلمني يعني انا مفعلش ان اقوله لا اهان. عيب ان انا احرجه واسا اقوله لا. بس حساسة اوي. حساسة بس انت برضو يعني انا رحت وكده كده. يعني لو دلوقتي مسلا عيب من الاهلي عرفت ان هو راح قعد مع رئيس نادي الزمالك هتقول انه عادي? مش عادي بس انت برضو يعني انا بالنسبة لي مسلا انا خلاص واخدت القرار راح قعد معادي بس انا احترمته يعني او راجل كلمني كزا مرة يعني. فانا عيب ان انا مسلا اقعد ضرف 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 فروحت عاد. وطولة بس انا بالنسبة لي انا الموضوع صعب شوية لان انا اه من ابناء النادي فبقى الموضوع صعب شوية كجمهريا انا مرتبط شوية بجمهير الاهلي. اه فمش هينفع ان انا اعمل كده. او راجل بكل احترام وادب قال لي انت حد محترم والموضوع انت عين. عزيم.